رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والممارسات العنصرية التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وصل عدد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمعتقلات إلى 17 أسيراً منهم من هو مضرب منذ أكثر من 20 يوماً الظروف الصحية لكافة الأسرى أصبح تراجع بشكل غير عادي نتاج أنهم احتجزون في زنازين ضيقة فتفتقد لكل المكومات الإنسانية وظروف الحاتية في هذه الزنازين صعبة جداً نحتال إسرائيلي يحاول الالتفاف على إضراب هولاء الأسرى والضغط من أجل ثاني هولاء الأسرى من الاستمرار في الضرب من خلال حركة تنكلات مستمرة بين الزنازين والسجون وهذه التنكلات بكل تأكيد تجعل الإضراب أكثر صعوبة وتعقيدة أوضاع صحية صعبة يعانيها الأسرى المضربون فهم من جانب يجابهون بأمعائهم الخوية سياسة الاعتقال الإدارية التي ترتكب بحقهم والمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية ومن جانب آخر يجابهون ممارسات وسياسات إدارة مصلحة السجون العنصرية التي تمارس بحقهم كسياسة الإهمال الطبي المتعمد حيث يعاني الكثير منهم أمراض مختلفة ومزمنة وبحاجة إلى علاج فوري هذا عدا عن سياسة العزل الانفرادي وغيرها الكثير من الممارسات والسياسات العنصرية الوضع الصحي بدأت أجساد هؤلاء الأسرى تتأثر هناك أوجاع في الكبد والكلا والمعدة ودوخة مستمرة بالإضافة إلى الهزل الشديد نحن طلبنا الصريب الأحمر بأنه ضرورة أن يكون هناك طاقة متخصص لتوجه لها داخل السجون للوقوف على كل التفاصيل التي تعلق بها الأسرى المضربين لأسف حتى هذه اللحظة لجهة هناك أي جهة دولة حقيقي لإنقاذ هؤلاء الأسرى هذا وتواصل سلطات الاحتلال تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 540 معتقلا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ممارسة سياسة الاعتقال الإداري يواصل الأسرى التصدي لهذه السياسة بأمعائهم الخاوية من مدينة البيرة حنين الحلو تلفزون فلسطين